موسيقى الآن إلى أولى نوافذنا من القاهرة والتي نتابع فيها مع سمير عمر ملف الانتخابات المصرية المقررة في الثامن عشر من الشهر الجاري عنوان حوار اليوم من القاهرة الثقل القبلي في الانتخابات النيابية إليك سمير شكرا لك فضيلة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الأولى التي نطل عليها من خلالها على المشهد الانتخابي في مصر ويسعدنا أن نشاركنا الحوار في هذه النافذة الأولى الدكتور جمال زهران النابي البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية دكتور جمال أهلا بك أهلا بك موضوع النافذة اليوم هو الثقل القبلي وتأثيره في المشهد الانتخابي المصري دكتور جمال أنت فضلا عن كونك أستاذ في السياسة فأنت خطى الانتخابات البرلمانية من قبل وكنت نائبا تحت قبة البرلمان برأيك هل مازال المكون القبلي في التصويت في مصر يشكله نسبة كبيرة لدى الناخب المصري يعني ممكن نسلم بشكل أولي بأن المكون القبلي له تأثير بس ممكن لا نسلم بأن هذه النسبة التأثير كبيرة لأنه حصل عوامل كثيرة على العملية الانتخابية في السنوات الأخيرة جعلت من المكون القبلي والعائلي والذي يدخل في عراقات قربية ونسبة إلى آخره تتراجع كثيرا يعني مثلا ممكن نعمل مؤشرات مثلا مؤشر لكن بداية هي ذات تأثير في المشهد الانتخابي نختلف أو نتفق حول نسبتها أنا أقول أنها تراجعت نسبتها بشكل كبير تراجعت بشكل كامل أم أن هناك فرق بين الريف والحضر بين الموضوع الشعبية والموضوع الحضر يبقى إذن عندنا مؤشرات تتأكد النسب يعني مثلا المناطق اللي هي متبعدة يعني إذا كنت تاخد البعد الجغرافي فعندك ثلاث مستويات المستوى الأولاني اللي هو مثلا زي سينة شمال وجنوب زي مثلا المطروح هتلاقي نسبة القابلية فيها عالية دي واضح لأنه لأن الترابط القبلي لازال كبير فالنسبة ده هيأثر على التصويت فضلا عن المرشحين نحن بنتجاهل بعد من الأبعاد المرشحين ذات طبيعة قبلية في الأماكن دي بشكل كبير جدا لذلك وإحنا مثلا في التحالف عالية الاجتماعية ونقول لك لازم تجيبوا ناس تموتوا بصلة لعائلة عشان عائلة تستطيع تحشر وتعبق ده معناه نحن نحن نسلم نحن نتجاه التصويته ولكن أيضا في رئاس لخريضة المرشحين طبعا طبعا تأكيد هتلاقي المستوى الثاني الريف هتلاقي التعبئة في الريف كبيرة جدا الريف تعني قبل وبحري في الصعيد وفي الواجه لا الصعيد له خصوصية الريف البحري الريف البحري ده كل ما بتقرب من قلب الريف في الواجه البحري كل ما تلاقي نفوذ العائلات بيزداد لأن فيه ترابط عائلي لذلك كل ما بتبعد عن المركز بتاع الخاص به الواجه البحري مركز المحافظة أو لا مش مركز المحافظة مركز القبلي المركز العائلي يعني مثلا انت شوف جغرافية أنا بركز على البعض الجغرافي يعني القاهرة تلاقي بعدها الأليوبية تلاقي بعدها المنوفية تلاقي بعدها الغربية تلاقي بعدها من ناحية دي الشرقية تلاقي بعدها مثلا الدأهلية تلاقي الكفر الشيخ المنطقة دي ليها وسط قول مثلا الغربية المنطقة الغربية هتلاقي أكتر محافظة فيها قبلية وبعدين تقل كل ما قربت من السواحل في الشمال هل هي الغربية بحكم تكوينها العمالي أنا بقول لك ما عندناش دراسات على فكرة علمية وبنتدرس هذا البعد بشكل كبير جدا ما فيش دراسات علمية يعني طبقية ما بتجيش وقت الاندخبات الثقافة السائدة حتى المحللين السياسيين بكل أسف بياخدوا الكلام على أساس المراس التوارس أنه البعد القابلي له كلام عملي بيزلزل التحليلات السياسية القائمة المبنية على أوهام أوهام أنت تقول أن المناطق الحدودية في سيناء وفي مرسى مطروح هناك أثر كبير في القبليات في تجاه التصويت أو حتى في طرح المرشحين تقول أيضا أن في الريف في الواجه البحري هناك تأثير للقبليات ولكن كلما ازداد تبتعادر عن مركز الثقل داخل هذه المحاضرة المحيط الجغرافي يزداد الأثر والثقل يعني في داخل يعني أنت كلما بتبعي عن القاهرة قاهرة دي مركز حضري ماذا عن الصعيد؟ دان لمصر كلها ماذا عن الصعيد؟ ما نقول حقيقك بس في داخل كل محافظة في البحري هتلاقي فيه مركز مركز الحضري يعني العاصمة مثلا زي القاهرة بالنسبة لمصر العاصمة بالنسبة لمحافظة كلما جيت ناحية الريف هتلاقي القابليات زيد هذا ما كنت عنيه في الواجه القبلي القبلي بقى العصبيات فيه لازالت عالية لازالت عالية يعني لما في وضع خريطة للمرشحين وجدنا أنه الاعتماد على المرشح اللي ملوش بعد قبلي أو عائلي على فكرة فيه تلات مستويات فيه أسري أسرة كبيرة وممتدة وشديدة وفيه عيلة كبيرة وفيه قبيلة يعني ما تيجي أنت تلاقي مثلا السراع اللي حصل في أسواعنا بين كذا وكذا لما تلاقي في إنا وإنا والأسر تلاقي كذا وكذا تلاقي فيه عائلات فيه قبليات المستويات دي هتلاقي حتى لذلك لما ينزل منها مرشح تعرف أنه أقرب إلى النجاح بغض نزعا وضعه السياسي أو اختلافه السياسي أو انتماءه السياسي للسلطة أو ضد السلطة هذه ليست ضرورة وعشان كذا دولا القبليات دي بتبقى أقرب للسلطة بتحمي نفسها لأن كمان عندهم مشاكل عملية عايزة حافظة على البناء القبلي أو العائلي أو الأسر الكبيرة على نفوذ الأسرة على نفوذ مكانتهم ومكانتهم وأنواع تجارتهم يعني تختلف فده أنا أصدو هكذا ذكرت أنه يعني ثقل أو تأثير الثقل القبلي في المشهر الانتخابي في تجاه التصويت ترجع عن ذقل هل مثلا ثورة 25 كان لها دور هل البرلمان الذي جاء بعد ثورة يناير مباشرة كان البود القبلي أقل فيه والآن يعود البود القبلي بلعب دور أكبر من البرلمان الذي تلت ثورة يناير هذا سؤال مهم يا أستاذ سامير بس أنا عايز أقول لك حاجة في دور لوسائل الاتصال الحديثة ما كانتش موجودة قبل كده فكان القبليات متقوقعة حول مركز القبيلة يعني الرجل الحاكب شيخ القبيلة شيخ العائلة أو كبير العائلة أو كبير العائلة أي أن كان المسام فتلاقي الرجل فيه مركز العائلة المركز ده كان بتسمع كلامه وسائل اتصال فتتت هذه العلاقات ولعب الدور كبير جدا اتنين ثورة الشباب الثورة اللي استطاع أن الشباب يحرك بها الأحداث دي يعني هدمت كثيرة من المسلمات تلاتة الوعي الزائد لدى الأجيال الجديدة دي خلت الريف يتراجع يعني أنا وانا راجل أنت قدمتني باعتباري رجل سياسة علم وحركة في الحركة ما عادش دلوقتي تتكلم على العائلات أنت بتزورهم زي بالزبط كده احترام أنا تقديرا يعني البيوت الكبيرة معروفة في القرية دي عشر بيوت لازم تزورهم لكن لازم تحور الشباب بشكل كبير جدا هم لازم تتكلم معهم فأنت عشان تعزز العائلة الزكية أو القبيلة الزكية بتعمل تغازل الرأس وتغازل الشباب بتغازل الشباب عشان تحافظ على وجودها فأصبح الشباب بيعمل زخم لوضع العائلة وعلى الحال من يقرأ خريطة المصوطين في مصر أعمار الناخبين نحو سبعة ونصف مليون ناخب أعمار بتتراوح بين واحد وعشرين وثلاثين عاما هذا ربما يؤكد أقل قليلة نحو سبعة مليون واثنين من عشرة في العمر الذي يتراوح بين واحد وثلاثين واربعين سنة وحوالي خمسة مليون بين واحد واربعين سنة وخمسين سنة هذا يعني أن الفئة الشباب التي تشكل مركز الثقل الانتخاب الرئيسي وهذا يأخذني برضو للسؤال عن الآن يقولون وكأنك يبوزيت ما غزيت كأن الثورة لم تقم وأن هناك محاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك صحيح أن الشخص تغيرت ولكن القواعد الحكام العمالة الانتخابية عادت كما هي التأثير لرأس المال عادة كما هو تأثير القابليات عادة كما هو برأيك أنت على سبيل المثال لم تخد الانتخابات هذه المرة على رغم أنك كنت قد خدتها من قبل هل هذا يعني أنه كما يقولون يعني كأنك يبوزيت ما غزيت والله أنا يعني رهاني لسه على الشحب كبير ورهاني على تجديد فكرة الثورة كبير ورهاني على أن مرجعية الثورة لن تموت لن تموت بتخب بعض الشيء إحنا نقدرش نخد انتخابات ندي شرعية لنظام مبارك أنا ما أقدرش ما عنديش استعداد لنفسي ولا سياسي ولا حتى إخلاص للثورة إن أنا ننزل ألاقي نفس الوجود اللي كنت بقى بيلا في 2010 تاني مرة تاني مرة ثاني مرة ثاني مرة ثاني مرة مرة ما أقدرش يدلهم شرعية وجودي في المشهد السياسي يعطي لهم شرعية فالفكرة مش النغازية لا لأنه لم تكن هناك إرادة سياسية قوية لدى السلطة القائمة في البلاد منذ 11 فبراير 2011 حتى هذه اللحظة لم تكن هناك إرادة سياسية لإسقاط نظامي مبارك وجماعة الإخوان بشكل نهي وبالتالي أعيد إنتاجه وكأن ثورة 30 يونيو جاءت للإطاحة بجماعة الإخوان وإحلال المشهد الجديد العودة إلى نظام مبارك وفزعته سلافئين فمشهد غريب الشكل كأن ثورة زي ما أنت بقول كأن يا زيد مغازيت ده مثل يعني جميل جدا لكن أنا يعني وكمان محاولات على أنه يقتلوا طريعة القوى السورية نحن في تحالف العدالة الكتماعية لو سألتني سؤال تاني أنا عملت تحالف مع آخرين طرحنا نفسنا كأول تحالف سياسي طريعة القوى السورية القوى السورية نفسها بعضها تشارزا في حاجة تانية وبعضها تحالف من الحزب الوطني كانوا واقعي يعني قولك أنها تحالف لأن الإرادة السياسية ما عملتش عزل سياسي لجماعة الإخوان هذا سؤال متأخر جدا لا معلش معلش هيتعمل يعني لم يحدث لا بعد سيدي ما أنا بقولك من 11 فبراين تخلينا وصف المشهد كله عشان كده تم إنتاج مجل الشعب ومجل الشورى قبل كده بشكل غير ثوري وتم إنتاج أو في الطريق إلى إنتاج مجل الشعب تاني مجلس نواب ومسمى تاني كانوا بيعيدونا قبل ثورة 23 يولي هم عايزين يجردوا فكرة الثورة عند الشعب المعصمين 23 يولي يعني حتى المسميات لها دلالة انت جبت مجل الشعب إيه كلمة مجل الشعب زعلان منها إيه قالك لها مجلس نواب ولو شوف حزب الوفد الليبرالي اللي هو قبل ثورة 23 يولي اللي هو فلول نظام 23 يولي قال إيه قال عايزين مجلس نواب ومجلس شيوخ طب الأسامة دي كانت سائدة في أني عصر عصر وقبل الثورات الثلاثة فدلوقتي انت بتشوف انت ما تقوليش ده متأخر احنا مصرين عليه والقوة الصورية مصرة عليه وإنه لازم يتعزلوا سياسيا وإنه البرلمان اللي جاي حييجي من القادرين لأن المنافسة الآن بين القادرين والقادرين مش القادرين وغير القادرين ده الحكومة ارتكبت جرم شديد في حق القوة الثورية وحق القوة الغير القادرة أنه لم تقدم التأسيلات لتشجيعهم على الترشح ده هي ملزمة تبقى للدستور تبقى للقوانين وتبقى للتقاليد المراعية في الانتخابات يعني تسرب خمسة مليار والضن بخمسين مليون جنيه على كشف الطبي ان ده اللي بيدل على إنه عايزة تطفش القوة الثورية من مشاكلة أو يقول على ضعف القوة الثورية لأنها لم تتمكن من رسل خمسة لا ما كانش ضعيف لمواجهة المال المال انت لما تجيب شوف سويلة صدر ده بتصور مع مجموعة شباب في الدعاية سويلة الزقوات المليئة هو في المرشح دكتور جمال مين المرشح هو قوة المرشحين يعني هم مرشحون وهم لدايه قدر وملاء مليئة ربما يكون العيب أيضا في القوة الثورية لكن ده نقعود مرة أخرى لفترة القوة الثورية ليه ما يكونش في الحكومة ليه عايز تلك الدوء يا سوء السمير على القوة الثورية القوة الثورية بتشتغل بطاقتها لأنها لا تمتلك المال لكن هي أصلا لم تصل للسلطة بعد لأن لو وصلت للسلطة هتعمل تغيير جزري اللي في السلطة إذن المشهد من 11 فبراير حتى الآن لم تكن هناك سلطة ثورية تنتصر للتغيير تنتصر للشعب تنتصر لاستحقاقات الثورة يعني أنت جاي تقول لي أعايز أعمل استحقاق برلمان أي كلام عشان استحقاقه شكلك وإنت مش عايز تعمل استحقاقات الثورة الأساسية تفين العدلات الاجتماعية أنت لعملت عدلة ولعملت حرية أعود مرة أخرى لعنواننا العريض وهو المتعلق بالثقل القبلي يعني أنت قلت أيضا أن هذه العائلات كانت حريصة على الاقتراب من السلطة أين كان نوع هذه السلطة سلطة يوليو في 52 سلطة ما بعد رحيل عبد الناصر في 70 وسلطة مبارك ثم المجلس العسكري مورم بالإخوان المسلمين كل كان هناك نحو أربعين أو خمسين أسرة وعائلة يعني تعيد إنتاج ذاتها داخل البرلمان الآن ربما يتأخر النائب الذي كان في 2010 ليطرح ابن عمه أو أخيه الأصغر أو إلى آخره هل هذه المناورة على الناخب المصري برأيك ستؤتي ثمارا أم أن هناك قدر من الوعي قد يحول دون إعلان إنتاج هذه المشاهد من الروح أما هو أصلي بص حريك أولا لازم فيه حاجة اسمها البيئة السياسية المصاحبة العملية الانتخابية تتاخد كلها على بعضها تقدرش أن تقول هو حييره وغير الشعب فهو اللي ينتصر أو الشعب اللي ينتصر أنت كمان تخلق البيئة السياسية المناسبة للناخب الناخب أنت مزيف وعي باستمرار أنت عندك مال وإعلام شغالين 24 ساعة بزيف وعي الناس عندك فقراء لم تتحرك السلطة لنصرتهم عندك عدم وعي زي ما قلت لحضرتك محدود الوعي بالتالي فيه تأثير عليهم الكلام ده كله هيحصل مشهد ضبابي وبالتالي الناخب نفسه هيتأثر بالمدخلات دي لكن لو فيه سلطة حاكمة عندها أرادة سياسية تنتصر للثورة كانت دخلت مدخلات تانية حتى القوانين يا أستاذ سمير حتى القوانين القانون بيغز المال بيفترض أن سأفر الانتخابات 900 ألف هذا سؤال آخر برأيك النظام الانتخابي سواء في تقسيم الدوائر أو في قانون مجلس النواب يصب في خانة ومصلحة القوى التقليدية سواء بشقاه الاجتماعي أو الاقتصادي أم في مصلحة قوى التغيير والبناء الديمقراطي السليم بيصب القوانين دي كلها كلها إعادة إنتاج القوى التقليدية والنظام التقليدي والنظام مبارك وأن هم هدفهم الأساسي هنالليس نظام مبارك ونظام تقليدي لقد قلت أنه يعني مضطر كل من قبل نظام مبارك قعد 30 سنة أسس أسس دولة اسمها دولة الفساد المركب الدولة دي ما تسقطش إلا بإرادة سياسية عليا يعني مين اللي كان يقدر يفكك قوى الإقطاع والرقسمالية ما قبل 23 موليا إلا عن طريق السلطة فعبد الناصر عمل مشروع اجتماعي على طول الإصلاح الزراعي كان لازم السيسي يعمل مشروع اجتماعي ندينا بيدا وكتبنا مقالات وكلمنا وفق حديث هنا وهنا وهنا وعشان نعمل النظام للمجتمع الجديد المجتمع الجديد لم يخلق بعد وبالتالي ولم يتخلق بعد وليست هناك بوادر حاليا لتخليقه الآن لكن حيتخلق لأن من المستحيل تبقى لقواعد التاريخ والمنطق التاريخي أن تهضر ثورتان بلا عائد وكأنك يا زيد مغزيد زي ما قلت حضرت استحالة لازم الأمر يرجع لمربع الثورة مرة تانية وحتى ده ممكن يقود يعني إما إلى إجبار الرئيس عفتاح سيسي للانتصار للثورة والانضمام لصفوفها وتمكين الشعب من سلطته وتمكين السلطة لصالح الشعب في هذه الحالة هو يبقى في صف صف إما تقوم يعني حركة تمرد شديدة جدا مرة تانية يعني ترفض هذا الكلام في جميع الأحوال أنا بتوقع حركة تمرد لأنه لما البرلمان يبقى قدامك هو برلمان 2010 هو برلمان 2010 مش هو القشة التي قسمت زهر البعيد يعني الظلم الاجتماعي اللي موجود ما لازال موجود ما تعملش في حاجة لازال أنت أسعار فضيعة جدا كهرباء كله على الفقرة على الفقرة ما فيش حاجة على الأغنية لغد الوقت ما فيش ضريبة على الأغنية تراجعت يعني إذا أنت بتعيد إنتاج نفس النظام بنفس تركبته بنفس القوة التقليدية لدولة مبارك الفزات نظرة تبدو مش هنقومت شائمة لكنها متحفضة على البيئة الحالية للوضع السياسي الحالي دكتور جمال زهران النائب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية شكرا نزيل لك على هذا اللقاء مع سكانيز عربية أما أنتم مشاهدين فإلى هنا ملفات غرف الأخبار انتهت وغدا موعد جديد مع ملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة